لكن معنا طبعا مرسلنا كريم أحمد من المغرب ومعاء القنصل قنصلنا في المغرب الأستاذ عمر مونيب عمر مونيب عمر نروح أيها كريم فضل رسالة مستمرة طبعا وتخطية خاصة لفريق النادي الأهل المرات الأداد والنادي الأهل إن شاء الله بإذن الله ملعب مركب محمد الخامس يوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء من أكد كل مرة على رحلة فريق النادي الأهل برعاية إيركاير وأيضا كمار سألنا مستمرة برعاية بنك سايب البنك الرسمي لنادي الأهل إحنا بسعيدنا أكيد ومنضمننا في هذه اللحظات معالي الكنصل طبعا وعمر مونيب اللي بيقوم بدور كبير جدا مع فريق النادي الأهل في التنسيق وفي الأمور الخاصة بالانتقالات أمور عديدة جدا هنتكلم عليها مع عمر بي برحب بيك طبعا في البداية وموجود رائع بصراحة عمر بي ومش جديد طبعا عليك وعلى أيضا كمان التنسيق الكامل مع معالي السفير أرشب بريم حطنا في الأجواء كده إيه النهاردة يمكن تدريب الأول لفريق النادي الأهلي النهاردة تدريب الأول لنادي الأهلي أنا أحب استراحة بالأول يعني الجمهور اللي بيتابعنا وجمهور الأهلي والناس في مصر يعني إحنا النهاردة أول تدريب لنادي الأهلي وإحنا كنا حرسين نبقى موجودين مع العيبة لو محتاجين أي حاجة لو فيه أي احتياج لأي شيء إحنا هنا في ملعب كهرماء مش بعيد عن القتال حوالي يمكن نصف ساعة والتنقلات كانت سهلة ومع أن الأمن المغربي بيفتح الطريق يعني منعا لأي احتكاكات والأمور هادئة يعني بصفة عامة أنتوا عرفين إحنا كمان شوية ندخل في حزر التجول فيمكن العودة للفندق تبقى أسرع من مما جينا أنا عارف نحك على طول متوجد مع الكابتن محمود الخطيب لحظة بلاحظة سواء فندق الإقامة وهنا كمان مهم أو موضوع الحزر ده لأن توقيته يمكن أكيد كان تنسيق المران على معادل توقيت أمر مهم جدا أنه نحن نرجع الفندق قبل الحزر كلمنا برضو عن التنسيق ده تم الزام عمر بي لا والله هو يعني الإخوة المغربة متعاونين جدا معنا وموفرنا لنا كل الاحتياجات اللي احنا إلا نازل أهلي طلبها كلها موفرة وجهزة والناس يعني عندهم مرونة يعني حتى لو رجعنا بعت معادل حزر بشوية مش هيبقى فيها مشكلة أنا اللي فهموا أنه يعني الإنازل أهلي كان حابب يتضرب في موعد يكون قريب من موعد اللي هيتلعب فيه المباراة يوم السابت إن شاء الله وبالتالي احنا منعب دلوقتي وماش هيبقى فيه مشكلة يعني حتى مع الحزر وكده الدنيا تمشي إن شاء الله تنسي كبير جدا بين معاني السفير 10 فبريم الكابتن محمود الخطيب وحضرتك يعني أكلم على وصول أنا عرف نوع طبعا في مصر إن شاء الله يكون متوجد في المغرب بيأزر فريق لنادي الأهلي لكن أكلمنا برضو بشكل عام على التفاصيل التنسي وأيضا كمان وصوله إمت عمر بي طبعا أنا هو سيد سفير على تواصل دائم معنا ومع الكابتن محمود الخطيب ومن قبل حتى توصول بس النادي الأهلي ومن ساعة ما وصلت لحظة بلحظة يعني بيتطمن على الأمور ومتأكد أن كل حاجة ماشية تمام وهو السفير يوصل إن شاء الله يوم الجمعة يكون إن شاء الله حضر المباراة يوم السابط طبعا ويعني كلنا تمنى إن شاء الله لنجل أهلي يكسب ويفرحنا وكل فرق المصري إحنا عندنا زي ما زكارت المبارح طبعا كلكم تبعين نادي زمالك هيلعب ونادي بيراملز يوصل لبكرة وإن شاء الله برضو يبقى في مباراة لبيراملز يوم الثلاثة أبنا خليك من شكرا كل الشكر طبعا للمعلوم الكنسل طبعا عمر مليب الكنسل المصري هنا في المغرب على المجود الكبير اللي بيقوم بيه وإن شاء الله بإذن الله كل بقى المجود الكبير ده ينصب في مصلحة النادي الآلي يوم السابط القادم في تمام الساعة الثامنة مساء بإذن الله نرجع بنتيجة أجابية ساعة فريق النادي الأهلي في مباراة العودة عودة لكم مرة تانية في الاستوديو شكرا لك يا كريم وشكرا لسيادة الكنسل وكل التحية للصفارة المصرية ناجل بيتون بمجهود رائع بس مش مع النادي الأهلي كمان خلينا نتكلم انه كمان مع كل الفرق المصرية اللي بتوصل للمغرب بيكون بيستعدوا لها بشكل جيد جدا وبيساعد أي مصري موجود خاصة على السحر رادية موجود في المغرب شكرا جزيلا لك يا كريم وشكرا لسيادة الكنسل